متابعينا الكرام في كل مكان اهلا بحضراتكم معانا في نشرة فنية جديدة من داخل صالة تحرير اليوم السابعة. هنبدأها مع حضراتكم عن خبر للفنان خالد زكي. طبعا النهاردة كان تشريع جثمان زوجة الفنان الكبير خالد زكي والفنان الكبير طبعا من حزنه. هصلوا حالة من الانهيار والبكاء الشديد اثناء تشريع جثمان زوجة في الجنازة بمسجد مصطفى محمود. الجنازة طبعا خدرها عدد كبير من الفنانين والاعلاميين منهم عمر ليسي دكتور اشرف زكي مونير مكرم. ووصل جثمان زوجة الراحلة الى المسجد بالتزامن مع صلاة الدور. طبعا الفنان الكبير ظهر عليه علامات التأثر الشديد بوفاة زوجته واللي توفت بعد صراع مع المرض فجر اليوم الاحد. وتم دفن جثمان الراحلة في مقابر الاسرة بمنطقة الغفير في صلاح سالم. الفنان خالد زكي كان من فترة قريبة تردد شائعات كثير عن خالته الصحية وعن وفاته بشكل كبير مؤخرا. وقال في تصريحات لي انه سمع هذه شائعات زيه زي الناس. وانه هو هذه الشائعات اقلقت عدد كبير من اصدقائه ومحبيه وخلته يتلقى العديد من المكالمات الهدفية منذ انطلاق الشائعة. وقال الفنان خالد زكي في تصريحاته لليوم السابع انه للاسف هذه الشائعات بتخرج من حين لاخر سواء شائعة وفاته او شائعة مرضه وهو بيكون امر مزعج جدا لأسرته والقريب. وعلشان كده طلب من الجميع ان هو ما تتسببوش في قلق اريبه واصدقائه ومحبيه من خلال اطلاق هذه الشائعات اللي ليس لها اي اساس من الصحة وان الناس تراعي مشاعر اسرته واهله خصوصا في هذه الزروف. طبعا احنا نتقدم بالعزاء للفنان خالد زكي في وفاة زوجته. ربنا رحمها ربه يصبر قلبه واضح جدا أنه كان مرتفط ارتباط شديد جدا بزوجته الرحلة ربنا رب يصبره ويرحمها تاني خبر معنا النهاردة هو خبر عن مهرجان اسكندرية المسرحي الدولي برئاسة الفنان إبراهيم الفرن واللي قرر تكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين خلال خفلة الإقتاح في دورته الاثناشر واللي هتنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 23 سبتمبر بالمسرح الكبير بالمكتبة الأسكندرية الساعة 7 مساء وبستمر المهرجان لحد يوم 29 من نفس الشهر تكريم النجمة إلهام شاهين بيأتي عن مسيرتها المسرحية المتميزة فهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وحصلت على المركز الأول أو كانت الأولى على فرقتها وبتمتلك رصيد كبير من الأعمال اللي شاركت فيها وشكت فيها في المسرح مع عدد كبير من النجوم منهم محمد صبحي ومحمود عبد العزيز وسامير غانم ونور الشريف وحسن عبدين وعبد المنع مدبولي وغيرهم من الفنانين الكبار كمان عملت مع كبار المخرجين في المسرح المصري وتعلمت منهم في بدايتها زي كمال ياسين مكتشفها وسعد أردش وجلال الشرقاوي وفهمي الخولي ومحمد عبد العزيز وغيرهم وطبعا الفنانة إلهام شاهين في رصيدها المسرحي 25 مصرحية ويمكن أكتر كمان لأنها عشقت المسرح منذ بدايتها وتعتبر أن المسرح بوابة عبرها للفن وكان طبعا صدر مؤخرا كتاب بعنوان المتمردة للناقد الفني والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر تناول من خلاله مسيرتها المسرحية اللي قدمتها الفنانة إلهام شاهين ورصت تجربتها المسرحية من بداية هذه التجربة وحتى آخر عمل مسرحي قدمته من أخبارنا كمان النهاردة خبر عن المخرج ودي ألن ويلي قال أنه قرر التقاعد والاعتزال من صناعة الأفلام وتخصيص المزيد من الوقت للكتابة وده أثناء تواجده في أوروبا للعمل على فيلمه 50 واللي هيكون فيلمه الأخير وهيتم عرضه في باريس وهو حاليا بيجري تصوير العمل السنمائي بالكامل باللغة الفرنسية وهينتهي منه في غدون أصبعين ووصف ودي ألن فيلمه القانب بأنه فيلم مشابه لفيلم بوينت ماتش من حيث أنه سيكون مسيرا ودراميا وشرير جدا على حد وصفه أخر أخبارنا النهاردة في جولتنا الفنية عن الفنان هاني شاكر واللي عبر عن غضبه الشديد من إحدى القنوات الفضائية اللي علقت على مشهد لبنت سوريا كانت بتحتضنه أثناء استقباله في سوريا طبعا كلنا عارفين أن الفنان هاني شاكر سافر سوريا علشان يحيي حفلين في دار أوبرا دمشق واستقبله جمهور استقبال حافل ومن ضمنهم فتاة تعلقت جدا بالفنان هاني شاكر وان هو بيرفض بشدة أسبوبها في التعليق على مشهد تلقائي بيعبر فيه عن مدى حب فتاة في عمر بناته وان هي بتعشقه وبتحب أغانيه وان هي ما شافتهش من أكثر من 15 سنة وقال ان الحب ده حب وإعجاب نقي لا يتعدى تكونه حب وتقدير معجبة لفنان وحولت المشهد وان طبعا بينتقد القناة اللي حولت المشهد إلى مشهد أو مدى للسخرية من هذه الفتاة وقال كمان هاني شاكر أن هو بيعرف وبيقدر جدا حدوده وبيقدر زوجته وبيحترمها سواء هي موجودة أو غيبة تطبعا تعليقا على وجود السيدة نهلة أثناء استقبال هذه الفتاة للفنان هاني شاكر وأكد على حبه واحترامه لزوجته وقال إن العالم العربي كله بيعرف قد إيه هو بيحب زوجته وبيقدرها وقد إيه حجم الثقة اللي بتنثقها في السيدة نهلة في الفنان هاني شاكر متوعينا في كل مكان ده كان آخر خبر معنا في جولتنا الفنية استنونا في جولات فنية جديدة من داخل صالة تحرير اليوم السابع كان معاكم علي الكاشوطي